وصلت مملكة البحرين تألقها في دورة الألعاب الآسيوية 19 والمقامة في جمهورية الصين الشعبية وذلك إثرى تحقيق أبطال وبطلات منتخب القوى ثلاث ميداليات جديدة في منافسات اليوم حيث نجحت العداء ونفرديافي من تحقيق الميدالية الذهبية في سباق ثلاثة آلاف متر موانع للسيدات في زمن وقدره 9 دقائق وثمان عشرة ثانية وثمان وعشرين جزءا من الثانية لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا في تاريخ الدورة الآسيوية وتمكن فريق البحرين المكون من عباس يوسف وعباس علي وسلوعيد وأولكيمي أديكويا تمكن من تحقيق ذهبية سباق التتابع المختلط أربعة في أربعمائة متر بزمن بلغ ثلاث دقائق وأربعة عشرة ثانية وجزئين من الثانية متقدما على فريقي الهند وكازاخستان فيما أحرزت العداء أديديونغ أوفانيم الميدالية البرونزية في سباق مائتي متر عدوا للسيدات بعدما أنهت السباق في المركز الثالث بثلاث وعشرين ثانية وثمانين وأربعين جزءا من الثانية وبهذه النتائج رفعت مملكة البحرين رصيدها في الدورة إلى إحدى عشرة ميدالية ملونة بينها ست ذهبيات وفضية واحدة وأربع ميداليات برونزية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر